سؤال آخر يقول في قوله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا أما في سورة التحريم فيقول فنفخنا فيه من روحنا ما الفرق؟ الحقيقة هي في هاتين الآيتين أكثر من سؤال يعني ينبغي أن يلتفت إليها هو في الأنبياء ماذا قال؟ قال والتي أحصنت فرجها نقرأ الآية والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها ومعناها آية للعالمين هذا في سورة الأنبياء في سورة التحريم ومر يم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت منها قانتي نعم نلاحظ هو لم يذكر اسمها في سورة الأنبياء سليم ذكره في التحريم ومر يم ابنة عمران وذهب بالحاتين قال والتي أحصنت فرجها نعم هناك أمر آخر هو لم يذكر ابنها في التحريم الكلام مختص بمريم بينما في الأنبياء ذكر ابنها وجعلناها وابناها آية للعالمين نعم السؤال هذا والسؤال أثير في الحلقة السابقة على ما أظن أنه لماذا قال وكانت من القانتين بالضبط هذا يأتي دوره فيما بعد سؤال نعم سؤال لو لاحظنا أن هذه السؤالة حقيقة هي ليس السؤال وإن كان السؤال هو يعني من جملتها لا أعام من هذا لو لاحظنا في سورة الأنبياء نلاحظ السياق كان السياق في ذكر الأنبياء يعني ذكر موسى وهارون وإبراهيم ولوت هكذا وتسلسل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وذنون وإسماعيل وأدريس وذلكفل وزكريا وياحيا كلهم ذكرهم في السياق وبعدها قال والتي أحصنت مرجحة فرجح فلن يصرح باسم مريم وماذا لأن السياق في ذكر الأنبياء وهي ليست نبية الله السياق في ذكر الأنبياء نعم أما في التحرين فالسياق في ذكر النساء أمرأة فرعان وامرأة نوح وامرأة لوط فضعت السياق ذكرها هذا أمر الأمر الآخر طبعا ناسا بدكر اسمها لأن السياق في ذكر النساء الأمر الآخر عندنا التصريح يعني التصريح بالاسم في المدح إذا كان في المدح أمدح التصريح بالاسم وبالذنب أذنب لما صرح باسم فلان فعل كذا وكذا بالمدح أمدح وبالذنب أذنب لما تذكر اسمه بالمدح أمدح لو تذكره به بالذنب لما تذكر أذنب أذنب الناحظ هي أعلى المذكورات في سياق النساء لأنه ماذا ذكر ذكر؟ ذكر مريم ذكر أمرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعان قال هكذا نوح وامرأة نوح وامرأة نوح وامرأة هي أعلى المذكورات في سورة مريم ذكر اسمه وهي أقل المذكورين في سورة الأنبياء صح هي أعلى المذكورات في سورة مريم فذاكر اسمه وهي أقل المذكورين منزلة في سورة الأنبياء ما ذكر اسمه ماشر الله الأمر الآخر هو السؤال قال فنفخنا فيها من روحنا أولا كلمة فيها من روحنا فيها حالتين فيها أولا أعم من فيها فيها الموضع فيها أعم أعم وأمدح في حالتين ولا لا فيها أموم الأموم لله صناعة على مدح طبعا نفخ فيها إذن فيها أمرين يعني فيه كلمة فنفخنا فيها من روحنا فيها أمرين أولا أعم فيها عموما هذا واحد وأمدح فيها فيها سليم الآن انظر لماذا لماذا أختار هنا هكذا وهنا هكذا ما السبب هذا هو التساؤل هذا السؤال هو ماذا قال في التحريم ومريم ابنة عمران وماذا قال في الأنبياء والتي أحسنت فرجها أي الأخص من مريم ابنة عمران أو التي أحسنت فرجها أي ذكر تخصيصا من مريم ومتا عمره قال قال فنفخنا فيه هذا أخص نعم بينما ماكش قال فيها وأن أعم هذا أمر إذن جعل الخاص مع الخاص والعام مع الخاص هذا أمر نعم زين وفيه في الأنبياء قال وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَاهَا آية للعالمين أَيُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّهُّ إذا عرفنا لماذا هي جعلها أعم سياقها كذا لكن لماذا أمدح؟ أولاً لاحظ أي الأمدح جعلها وابنها آية للعالمين أو صدقت بكلمات ربها وقتبها؟ صدقت بكلمات ربها وإن لم تكن نبيا وكثير من الناس يصدقون بكلمات ربها إذا جعلناها آية للعالمين هذا أمدح فقال فيها هذا أمر الأمر الآخر في سورة الأنبياء وردت في ذكر سياق الأنبياء يعني كل التقل الأنبياء إذن وضع في مكان أمدح قال فيها بينما في سورة العمام في التحليم لم يذكر في سورة هذا فإذا جعل هذا الأمر لكن يبقى السؤال لماذا ذكر ابنها في سورة الأنبياء ولم يذكر في سورة الأنبياء قطعت علي سؤالاً يبقى يعني سؤالاً نعم سليم لماذا ذكر ابنها في سياق الأنبياء الذي يذكر في سياق التحليم طيب أصلاً في سورة الأنبياء هي في سياق الأنبياء هو ابنها نبي صح بينما هو في تحليم مقام النساء لا ينسب يعني لا ينسب أن يذكر السؤال في هذا ثم هناك أخر يبقى هناك سؤال آخر لذكر ابنها لأنه يبقى في السياق ذكر ابن إبراهيم قال وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ طيب ذكرها خلص أدنى أظن أن يذكر بنا ولما ذكر ابن إبراهيم في السياق نفسه بالمثل بالمثل خلص يذكر بنا نعم هناك أمر آخر لو لاحظنا يعني في ما يتكلم على مريم دائما يقول فنفخنا بالثمير التعظيم ما يقول فنفخته بينما في آدم يقول فنفخته فإذا سويته ونفخت فيه من روحنا ثم سواه ونفخ فيه من روحنا لكن لم يقل مرة في مريم نفخته نفخنا عن طريق الرسول يعني جبريل أو كذا بينما آدم هو سواه ونفخ فيه من روحنا نعم